رغم إرجاء انطلاق المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري لاختيار مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة ليوم واحد بسبب عصفة إيزاك بيد أن آلاف المدعوين من الحزب الجمهوري تقاطروا إلى ساحة ستاد سان بيترسبورغ في ساحل منطقة تامبا بفلوريدا لحضور فعاليات المؤتمر الذي يفترض أن ينطلق السلساء لينصب خلاله مترومني مرشحا رسميا للجمهوريين بعد هذا الأسبوع سيتوجه الكثيرون بأنظارهم إلى فلوريدا ورغم الأمطار القليلة المتوقعة بأن تضرب تامبا فنحن هنا في فلوريدا نعرف كيف نتعامل مع الأغاصير اقتراب تنصيب رومني رسميا دفع بالمئة من حركة احتلو ووليستريت إلى تنظيم مظاهرات في منطقة تامبا للتعبير عن رفضهم لبرنامج رومني الاقتصادي الذي اعتبروه مدمرا للطبقة المتوسطة شكرا